بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مع ختم التصحيح التلاوة وصلنا للآية الثانية والثمانين بعد المئة من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فمن خاف أن نون الساكنة ستظهر لأن بعدها حرف من حروف الإظهار الحلقي فمن خاف من موص أن نون الساكنة ستضغم في الميم بعدها إضغام بغنة من موص جنفا التنوين بعد جيم إذن هذا التنوين سيخفى إخفاء حقيقي فمن خاف من موص جنفا جنفا أو التنوين بعد همزة إذن هذا التنوين سيظهر إظهار حلقي أيضا جنفا أو إثما فأصلح إثما فأصلح التنوين بعد فا إذن هذا التنوين سيخفى إخفاء حقيقي إثما فأصلح فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح طيب حرف التفخيم الخاء خافة وليست خافة موص الصاد وكذلك هنا الصاد موص جنفا وهنا فأصلح الميم السكنة في كلمة بينهم ستكون مظهر إظهار شفوي لأن بعدها حرف الفاء بينهم فلا بينهم فلا ونتأكد من إظهار الميم لأنها في الغالب تخفى عند الفاء وهذا خطأ إذن نطبق الشفتين بإحكام على الميم المظهرة فأصلح بينهم فلا فلا إثما المد بعد همزة في الكلمة الثانية إذن هذا مد منفصل يمد حركتين أو أربعة أو خمسة فلا إثما عليه وهذه الياء وقفا تكون مدلين كالعارض حركتين أو أربعة أو ستة إن الله أنن المشددة نعطيها غن حركتين طبعا ثابتة وصلا ووقفا إن الله تسقط همزة الوصل عند الوصل ولم اسم الجلالة تكون مفخمة لأنها سبقت بالفتح والألف المادية مقدرها حركتين إن الله غفور الغين حرف مفخم غفور وليست غفور والراء مضمومة إذن هي مفخمة وهذه الراء أيضا مفتوحة إذن كذلك مفخمة الراء منونة بالضم هذا التنوين بعد حرف الراء إذن عند الوصل تضغم نون التنوين الساكنة في الراء إضغام كامل بدون غنة غفور الرحيم ولياء المادية وقفا تكون مد عرض للسكون تمد حركتين أو أربعة أو ستة والمين مظهرة إن الله غفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون الآية 183 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها كما ذكرنا هي يا أيها الألف في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية إذن هذا مد منفصل ونراعي إعطاء النبر للياء المشددة يا أيها وقفا الألف مقدر حركتين أما وصلا تسقط همزة الوصل وكذلك يسقط الألف للتخلص من التقاء الساكنين يا أيها الذين الذال ليست زاي لنقول الذين ولكن الذين ولياء مقدرها حركتين آمنوا الألف كذلك مد بدل تكلمنا عن هذه الأحكام مرارا وتكرارا في كل الفيديوهات السابقة الواو مادية مقدرة حركتين والألف الفارقة لا تقرأ كتب نهتم بتحقيق الحركات لا نقول كتب كو ت هذا خطأ ولكن كو ت كتب ولياء مفتوحة ممدودة بحرف الألف هذا الألف مقدار حركتين عند الوصل وكذلك هذا الألف طبعا من الأخطاء الشائعة في كلمة الصيام ضم الشفتين البعض يقول الصيام ننتبه ضم الشفتين ليس له علاقة بالتفخيم إلا إن كان حرف التفخيم مضموم إن كان صو نضم الشفتين أما هنا هو مكسور أو مفتوح فليس فيه ضم كما كتب على الألف وقفا يكون مقدار حركتين أما وصلا سيحذف للتخلص من التقاء الساكنين على الذين على الذين من قبلكم النون الساكنة ستخفى لأن بعدها حرف من حروف الإخفاء والغنة مفخمة لأن حرف الإخفاء حرف مفخم وهو القاف من قبلكم من قبلكم الباء ساكنة إذن فيها قلقلة قب قبلكم وهذه الميم وهذه الميم أيضا فيها إظهار شفوي من قبلكم لعلكم تتقون لا نبالغ في هم ستاء فتتحول إلى سين لا نقول تتقون ولكن تتقون والقاف حرف مفخم والوا وقفا تكون مد عارض للسكون والنون مظهرة كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الآية 184 أياما معدودات الياء المشددة طبعا فيها نبر أي والتنوين بعد ميم إذن وصلا يكون إضغام بغنى أما وقفا مد عوض أياما أياما ووصلا أياما معدودات فمن كان منكم هذه النون الساكنة بعدها كاف وكذلك هذه النون بعدها كاف إذن الحكم إخفاء حقيقي في الموضعين فمن كان منكم منكم مريضا الميم الساكنة ستضغم في الميم بعدها إضغام شفوي والرأ مكسورة إذن هي مرققة وهذه الياء مقدرها حركتين الضاد حرف مفخم والألف طبعا له سيكون مفخم منكم مريضا منكم مريضا مريضا أو التنوين وصلا سيكون إظهار حلقي أما وقفا مد عوض أو على سفر الألف في كلمة على مقدرها حركتين سفر الرأ وصلا منونة بالكسر يعني مرققة أو على سفر فعدة أما وقفا على الرأ تكون ساكنة مسبوقة بفتح يعني مفخمة وقفا أو على سفر نراعي هنا ترقيق السين والفاء لا نقول سفر حولنا السين إلى صاد وهذا خطأ وفخمنا الفاء وهذا خطأ أو على سفر أو على سفر فعدة من أيام أخر كل الأحكام مرت معنا فعدة من أيام أخر وعلى الذين تحذف الألف المدية للتخلص من التقاء الساكنين يطيقونه الطاء حرف مفخم مكسور وممدود بحرف الياء إذن هذه الياء مقدرها حركتين وهذه الواو أيضا مقدرها حركتين والقف كذلك حرف مفخم يطيقونه فدية بين الكلمتين مد صلة صغرى يمد حركتين ويحق بالطبيعي يطيقونه فدية طعام والدال الساكنة فيها قلقلة فدية فدية طعام التنوين بعد طاء إذن يخفى هذا التنوين فدية طعام وطبعا الغنة ستكون مفخمة لأن حرف الإخفاء مفخم فدية طعام الخطأ الشائع في كلمة طعام تفخيم العين البعض يقول طعام وهذا خطأ طعا فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له النون الساكنة ستكون مخفاء إخفاء حقيقي لأن بعدها تاء الطاء حرف مفخم كذلك الخاء في الموضعين نهتم بترقيق التاء لا نقول تطوع خطأ فمن تطوع خيرا الرأى هنا منونة بالفتح وهنا منونة بالضم في الموضعين تكون الرأى وصلا مفخمة هنا تكون مفخمة وصلا أو وقفا لأنها في وسط الكلمة خيرا أما هنا في كلمة خير فعند الوقف تكون الرأى ساكنة مسبوقة بياء يعني وقفا تكون مرققة خير خير طيب عند الوصل التنوين يخفى لأن بعده فاء إذن وصلا يكون الحكم هنا إخفاء حقيقي ووصلا هنا يكون التنوين إضغام بدون غنة فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم كل الأحكام مرت معنا إن كنتم تعلمون تعلمون أهتم بتوسط العين الوا وقفا مد عارض للسكون تمد حركتين أو أربعة أو ستة والنون وقفا مظهرة إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدا للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصب ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الآية 185 شهر رمضان الراء الأولى مضمومة والراء الثانية مفتوحة وفي الموضعين مفخمة شهر را رو را أما الشين والهاء حروف مستفلة مرققة فلا نقول شهر شه فخمنا الشين والهاء شه شهر رمضان الألف مقدار حركتين الذي أنزل مد منفصل والنون مخفى لأنه بعدها حرف الزي الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن ألقى في حرف من حروف التفخيم والرأس ساكنة مسبوقة بضم إذن هي كذلك مفخمة القر قر وليست القر القر الهمزة والألف بعدها حروف مستفلة وهي مد بدل تمد حركتين الخطأ الشائع تفخيم هذه الهمزة والألف الأغلب يقول القرآن وهذه قراءة خطأ خطأ ليست القرآن ولكن القرآن القرآن هدى للناس ووقفا على كلمة هدى نقف طبعا بمد عوض هدى ألف مدية مقدارها حركتين وبينات من طبعا أراعي تشديد الياء واعطاها النبر التنوين وصلا يضغم في الميم وبينات من الهدى والفرقان الرأس مفخمة لأنها ساكنة مسبوقة بضم وحرف القاف طبعا حرف مفخم والفرقان من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهرة فليصمه هذه النون وهذه النون أيضا إخفاء حقيقي فمن شهد منكم الشهرة الرأس مفتوحة يعني مفخمة فليصمه هذه اللام هي لام الأمر ساكنة دخلت على فعل مضارع مسبوقة بحرف عطف وهو الفاء فحولت الفعل المضارع إلى صيغة الأمر إذن هذه اللام هي لام الأمر طبعا حكمها الإظهار مطلقا فليصمه وقفا على هذه الهاء تكون ساكنة مسبوقة بميم ساكنة في حالة إظهار شفوي أراعي توسط الميم وهمس الهاء فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كل هذه الكلمات مرت معنا ذكرت نفس الكلمات في الآية 184 أياما معدودات فمن كان هناك فمن أما في هذا الموضع ومن بحرف الواو وباق الأحكام كما هي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الرأى مرققة في كلمة يريد في الموضعين يريد وليأ طبعا ماديا مقدرها حركتين لام اسم الجلالة مفخمة لأنها سبقت بالضم يريد الله نحذر من تفخيم الدال حتى لا تكون كالضاد بكم اليسرى الرأى مفتوحة وصلا يعني مفخمة أما وقفا تكون ساكنة مسبوقة بساكن مسبوقة بضم إذن أيضا وقفا مفخمة إذن هي في الحالتين مفخمة اليسرى أو اليسر كذلك هنا العسرى أو العسر يريد الله بكم اليسر وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهُ الألف الفريقة لا تقرأ وتسقط تمام هامزة الوصل كذلك تسقط ولا تقرأ وهذه الواو مدية مقدرها حركتين وقفا وكذلك هذه الواو وَلِتُكْمِلُوا وَلِتُكَبِّرُوا الواو ثابتة وقفا أما وصلا تلتقي باللام الساكنة فتحذف لأنها حرف مد للتخلص من التقاء الساكنين فنقرأ من اللام المضمومة إلى اللام القمرية الساكنة وَلِتُكْمِلُوا الْلُلُ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهُ من الراء المفخمة المضمومة إلى لام اسم الجلالة المفخمة أيضا لأنها مسبوقة بالضم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهُ رُلَّهُ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهُ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهُ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الميم مظهرة في الموضعين وتشكرون أراعي ترقيق الكاف كو تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وأخيرا الآية 186 الآية الرقيقة الودودة التي تحمل كم كبير من رحمة الله عز وجل إلينا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب طبعا كل الأحكام مرت معانا وإذا الألف مقدار حركتين لا نقول وإذا أرجوكم في هذه الآية وإذا وإذا سألك عبادي الألف حركتين والياء حركتين عني النون المشددة فيها غنة حركتين وهذه الياء حركتين عني فإني النون كذلك غنة والياء مقدارها حركتين ما الطبيعي فإني قريب القاف حرف مفخم أما الراء فهي مرقاقة قاري قريب والياء وقفا تكون مد عارض للسكون تمد حركتين أو أربعة أو ستة والباء وقفا تكون ساكنة يعني فيها قلقلة أما وصلا يكون هذا التنوين بالضم مظهر لأن بعده همزة في كلمة أجيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدّاع إذا دعان وصلا تسقط همزة الوصل واللام الشمسية ننتبه عند تجاور التاء المفتوحة وصلا مع الدّال لا تختلط التاء بالدّال لا نقول دعوة الدّاع ولكن دعوة الدّاعي دعوة الدّاعي طبعا وصلا هذه كسرة ولا يوجد ياء بعدها لا نقول الدّاعي ولكن الدّاعي إذا هذا وصلا أما وقفا تكون العين ساكنة أجيب دعوة الدّاع إذا دعان الألف طبعا حركتين وهذا الألف كذلك وصلا حركتين أما وقفا مد عارض للسكون وننتبه كذلك عند الوصل أن هذه نون مكسورة ولا ياء بعدها لا نقول إذا دعاني فليستجيبوا لا يوجد ياء إذا دعاني فليستجيبوا إذا دعاني فل على طول من الكسرة إلى الفاء إذا دعاني فليستجيبوا أما وقفا نقف على النون بالسكون والألف يكون مد عارض أجيب دعوة الدّاع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي هذه اللام كما ذكرنا سابقا هذه لام أمر وهنا كذلك لام أمر ننتبه ألا تكسر لا نقول فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي كذلك هذا خطأ ننتبه هذه لام ساكنة فل فل نعطيها الزمن التوسط لأنها مظهرة دائما وعلمتها أنها سبقت بحرف عطف الوا والفاء ودخلت على فعل مضارع إذن كل العلامات موجودة بأن هذه لام أمر مظهرة فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون المين مظهرة إظهار شفوي لعلهم والراء مفخمة لأنها ساكنة سبقت بفتح ير وليست ير وكذلك لنفخم ألياء لنقول ير ولكن ير يرشدون والو ووقفا مد عارض للسكون تمد حرقتين أو أربعة أو ستة والنون وقفا تكون ساكنة يعني مظهرة فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذا كان تصحيح اليوم ختمناها بآية عظيمة أسأل الله أن يتقبل منا ويعفو عنا ويغفر لنا برحمته أتمنى تكونوا استفدتم أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته